بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية او رمز اللي شفناها في المنام فنبشر بحدوث اكتر من عشر احداث سعيدة هتحصل لنا بعد رؤيتها مباشرة. من البشرات والاحناز المباشرة للرؤية او للرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة من الرموز القوية اللي بتدل على استجابة دعوة وعلى تحقيق امنية. من الرموز اللي بتدل على تمام امر الرأي بيسعى لي. كمان من الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى التفوق وعلى وصول الرأي لهدف وليه تموح. من الرؤية القوية اللي بتدل على الاستقرار وعلى حياها دي بدون مشاكل كمان على راحة وعلى سكينة من الرموز القوية برضو اللي بتدل على خروج الرأي من هم أو كمان بشارة بفك كرب كمان بشارة بقدوم خير لي من الرموز اللي بتدل على السفر وعلى الهجرة أو انتقال الرأي من مكان لمكان أو انتقال الرأي من سكن لسكن. آآ كمان من الرموز اللي بتبشر الشخص بتوبة وبهداية وكمان آآ بمغفرة. الرمز اللي هنتكلم عليه برضو من الرموز اللي بتدل على ولد صالح. سواء لامرأة مدزوجة او امرأة حامل فابشارة ليها بولد صالح او اطفال صالحين. آآ كمان بشارة بالزواج من شخص على خلق ومن شخص آآ صالح. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو آآ رؤية التيمم. لما يشوف الرأي انه آآ بيتيمم آآ في المنام. اولا التيمم آآ من الرموز او آآ من المعينة اللي آآ بتبشر الشخص بخير وفرج. آآ خصوصا لما يشوف ان هو بيتيمم بغرض ان هو هيصلي. فيشوف انه اتم التيمم آآ بشارة برضو بآآ تمام امر الرأي كان آآ بيسعى لي او كان آآ بيتمنى انه آآ يحصل. التيمم كمان بيكون بشارة آآ بحياة هادية. فيها آآ استقرار وفيها راحة وفيها آآ سكينة. آآ آآ التيمم آآ لما يشوف الشخص انه بيتيمم مع عدم وجود المية. يعني بشرط التيمم عدم وجود مية. لما يشوف الرأي انه بيتيمم برضو بشارة لي بالفرج. آآ بشارة لي بزوال هم. آآ بشارة بفك قرب. آآ لما يشوف انه بيتيمم وخلاص برضو آآ يعني آآ تم التيمم. لو كان هو بيسعى لي فرصة سفر. فبيكون بشارة لي بحصوله على فرصة سفر او فرصة هجرة. او انتقاله آآ من مكان لمكان داخل البلد. او انتقاله من سكن آآ لسكن. كمان الرأي لما يشوف ان هو آآ مريض وبيتيمم. فبيكون بشارة لي آآ بالشفاء وآآ بالتعافي. التيمم كمان من الرموز او من العلامات اللي بتبشر الرأي آآ بالنجاح وبالتفوق وحصوله على آآ آآ او وصوله لهدف كان بيتمنى انه آآ يوصل له. لما يشوف الشخص انه بيتيمم بسهولة وبيتيمم آآ آآ زي ما قلنا بغرض الصلاة فبشارة لي براحة يمكن بعد دعب كمان بشارة لي آآ بفرج بعد دقيقة كان بيمر آآ بيها آآ من الرموز برضو القوية زي ما قلنا اللي بتضل على تحقيق آآ آآ امنيات وآآ قدوم خير الرأي كان آآ آآ بيتمنى انه يحصل عليه. التيمم كمان آآ من الرموز لو آآ شافته آآ آآ امرأة آآ متزوجة آآ فيكون بشارة آآ آآ بقدوم خير وكمان بقدوم آآ آآ رزق آآ 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 كمان التيمم من الرموز اللي بتضل على صالح احوالها مع آآ آآ زوجها لو كانت في مشاكل او كانت فيه الخلافات. لو كانت في مشاكل مالية فمن الرؤى اللي بتدل على انتهاقها. كمان من الرموز اللي بتبشر المرأة لما تشوف ان هي بتتيمم وبعد كده بتؤدي الصلاة. فبشارة لها بتوبة وكمان بهداية. كمان اللي التيمم لو كانت هي بتسعى لي سكن جديد او ان هي تتنقل لبيت تاني افضل فبرضو من الرؤى اللي بتبشرها بتغيير مكان سكنهم. الفتاة العزباء كمان لما تشوف التيمم في المنام فبيكون بشارة ليها بزواجها لرجل والرجل ده هيكون على خلق. كمان لما تشوف ان في رجل دخل بيتها والرجل ده بيتيمم في منزلها فبرضو بشارة ليها بقدوم خاطب وبقدوم زوج صالح ليها. التيمم كمان للفتاة العزباء بشارة بالتقرب لله سبحانه وتعالى اكتر وبعدها عن زنبة او معصية او سلوك سيء كانت بتقوم بي. لو كانت هي مهمومة او بتمر بحالة نفسية اه سيئة وشافت ان هي بيتتيمم فبشارة ليها بانفرابة وبحال مشاكل كانت اه بتقبلها. كمان المرأة الحامل لما تشوف ان هي اه بيتتيمم وما فيش اه يعني اه بسهولة ما فيش صعوبة فمن الرؤى اللي بتدل على ولادة سهلة ولادة ميسارة كمان فترة الحاملة هتمر بفترة اه يعني هتكون سهلة عليها مش هتكون فيها ازمات صحية اه كتير. لو كانت هي بالفعل بتمر بازمة اه صحية وشافت ان هي بتتيمم فبيكون بشارة ليها بالشفاء وبانتهاء الازمة دي. اه كمان بيكون بشارة ليها بولادة اه اطفال صالحين. واطفال هيكون ليهم او ولد هيكون ليه شأن اه كبير اه يعني بالخاصة في الناحية الزينية. المرأة المطلقة كمان لما تشوف ان هي بتتديمم في المنام فبشارة ليها بالقضاء حاجة اه ليها كانت بتتمنيها او كانت بتسعى ليها. كمان لو كان عندها مشاكل او خلافات مع طلقها فمن الرؤى اللي بدل على زوالها. اه كمان من الرمز اللي بدل على زوال قرب ليها او اه زوال فترة كت فيها حزن او كت فيها آآ آلم. ده كده باختصار اهم البشرات اللي بتحملها لنا رؤية التيمم في المنام. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله ارد عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.